افتتحت الجولة الواحد والعشرين من الدور السعودي للمحترفين بمواجهتين قويتين في نفس التوقيت الاولى كانت دير بالرياض بين الهلال والنصر وانتهت بتعادل ايجابي بهدفين لكل منهما ليستمر الهلال في الصدارة برصيد 43 نقطة لكن الفارق بينه وبين الاهلي تقلص الى نقطتين فقط فيما فض النصر الشراكة مع النابس دير وانفرد بالمركز الثالث ب 31 نقطة في المواجهة الثانية تغلب الاهلي على ضيفه الفيصل بهدفين لهدف ليرفع الاهلي رصيده الى 41 نقطة فيما بقي الفيصل عند نقاطه الثلاثين الاتحاد كان له فرصة لاقتناص المركز الرابع من الفيصل عندما حل ضيفا على القادسية لكنه فشل في الفوز واكتفى بالتعادل التي ابقاه في المركز الخامس في المقابل نجح الرائد في استعادة توازنه حينما حقق فوزا كبيرا على الباطن بثلاثة اهداف مقابل هدف وكسب احد نظيره التعاون حينما تغلب عليه بهدف دون مقابل في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الامير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة المهاجم روني فرنانديز قاد فريقه الفيحاء لخطف نقطة ثمينة من امام مضيفه الاتفاق ليصبح رصيد الفيحاء سبعا وعشرين نقطة وضعته في المركز السابع بينما وصل الاتفاق للنقطة العشرين في المركز الحادي عشر وتغلب الفتح على ضيفه الشباب بهدف نظيف ليمنح الفتح ثلاثة نقاط ثمينة رفع بها رصيده الى خمس وعشرين نقطة في المركز التاسع بفارق نقطة واحدة عن الشباب الثامن برصيد ست وعشرين نقطة شكرا